السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة معلم في اللغة العربية مرحبا بكم درسنا لهذا اليوم سيكون النص المسترسر سر التفوق سنقوم بالإجابة على أسئلة الحصة الأولى أفهم وأحلل السؤال الثالث أشرح الكلمات الآتية باعتماد السياق أو بالرجع إلى القاموس خصال يتوانى تضاهيها خصال بمعنى صفات خلق في الإنسان يكون فضيلة أو رديلة يتوانى بمعنى يتأخر لا يهتم قصر فيه تضاهيها بمعنى تشابهها نظير لها تطابقها السؤال الرابع أجيب عما يأتي كيف كانت مكانة الوالد بين أولاده وأهله؟ ولماذا؟ مكانة الوالد بين أولاده وأهله أنه كان محبوبا لماذا؟ بسبب خصاله الحميدة ومواقفه النبيلة حدد الكاتب في الجزء الأول حرفتين أذكرهما وأبين على ما يعتمد كل واحدة منهما الحرفتين اللتين ذكرهما الكاتب هما تاجر الأثواب والفلاحة تاجر الأتواب يعتمد على الأقمشة والصوف والكتان والفلاحة تعتمد على الإنتاج والجودة العالية والأرض أفضل تاجر الأتواب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بالتجارة أركب وأقوم السؤال الأول ألخص شفاهيا هذا الجزء من النص في ثلاث جمل مفيدة بعد تحديد أفكاره الرئيسة ووضع عنوان مناسب له أفكار الجزء الأول صالح من كبار رجال المدينة محبوب بين أهله وأولاده بسبب خصاله الحميدة يشجع الطجارة والحرفيين عنوان مناسب للجزء الأول الرجل المحبوب تشجيع المنتجات الوطنية تلخص الجزء الأول صالح من كبار رجال المدينة كان محبوبا بين أولاده وأهله بسبب خصاله الحميدة ومواقفه النبيلة يولي اهتماما زائدا بالطجار والحرفيين لا يلبس إلا التياب المصنوعة يدويا ويشجع دائما الفلاحين على الجد والإجدهاد للوصول إلى إنتاج أوفر وجودة عالية السؤال الثاني أستعرض ما قد تأول إليه أحداث النص ما قد تأول إليه أحداث النص ربما سيشجع صالح أبناءه على ممارسة التجارة والفلاحة ربما سينشئ صالح معملا لصنع الأثواب والنسيج السؤال الثالث أذكر بعض الألبسة التي كانت ولا زالت تصنع باليد بعض الألبسة التي كانت ولا زالت تصنع باليد البورنوس أو السلهام الجلباب القفطان الحيك السؤال الرابع أنشئ جملة أحاكي فيها قول الكاتب كان محبوبا من قبل أهل المدينة أحاكي الجملة كان محبوبا من قبل أهل المدينة كان الفائز بتحدي القراءة مدعوما من قبل أساتدته وعائلته كان الطفل يحضى بالحنان من قبل أبويه كان المدينة أحاكي فيها قبل أساتده وعائلته كانت محبوبا من قبل أساتده وعائلتني قبل أساتده وعائلته